موسيقى بحثا عن لقب قاري جديد بعد التتويج بكأس الكؤوس الإفريقي للبرة الرابعة في تاريخه يلتقي رجال يد الأهل يوم الجمعة المقبل نظيره الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الصالة المغطى بالسادس من أكتوبر تشهد التدريب الختامي للفريقين غدا الخميس في توقيتات مختلفة استعدادا للقمة المنتظرة على اللقب الإفريقي المؤهل لبطولة كأس العالمي للأندية سوبر جلوب والتي تقام بالمملكة العربية السعودية المباراة المرتقبة منظمة من قبل الاتحاد المصري للعبة لتحديد بطل القارة السمراء في لقاء بدون جماهير وتحت إدارة تحكمية للثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان كأس العالمي للأندية سيقام في الفترة من الخامس وحتى التاسع من أكتوبر المقبل وستكون أول مواجهة لبطل القارة الإفريقية أمام برشلون الإسباني المحترف في صفوفه علي زين لاعب المارد الأحمر السابق في السادس من أكتوبر المقبل يد الأهل يسعى لمواصلة انتصاراته وتحقيق إنجاز جديد بالتتويج بلقب قري ومن ثم المنافسة على ميدالية عالمية الحقيقة فريق رجال يد النادي الأهلي يعني لا بيجبع ولا بيكتفي ودايما بيسعى للمزيد من النجاحات والمزيد من التتويجات والإنجازات بعدما اتتوج بكأس الكؤوس الإفريقية وطبعا قدامه مباراة في منتهى الأهمية في السوبر الإفريقي إن شاء الله أمام فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل مباراة في منتهى الأهمية لأن هي دي المباراة المؤهلة لكأس العالم للأندية هنتكلم عن هذه المباراة وعن ملف كرة اليد في النادي الأهلي بشكل عام مع كابتن ياسر صلاح مدرب يد الأهلي السابق صباح لك صباح خير صباح الخير كابتن أهلا بحضرتك ويعني حلو جدا إحنا بنتكلم عن هذا الملف إن إحنا عندنا مباراة مهمة يوم الجمعة لكن خلينا الأول نروح لكأس الكؤوس والأداء المبهر بصراحة ولا هزيمة الحمد لله وزي ما يتقال كده كتروح الأهلي موجودة في كل مباراة حقيقي مش فيها مبالغة في جملة دي فخلينا نعرف وجة نظر حضرتك برضو أولا إحنا بنشكر طبعاً وبنقول ألف ألف مبروك لمجلس الإدارة على رأسهم كابتن محمدون الخطيب وعلى رأسهم طبعاً رئيس جهاز ياسر الرملي وكانت من طريق محروص على المجهود العظيم اللي هم عملو ده وهنقول إن إحنا بنرجع تاني بطولات أفريقيا بالنال الأهلي إحنا بقلنا زمن ما خدناش عادة بطولات أفريقية أو ما كناش كمان بنشارك فالحمد لله رجوع البطولات ده ده حاجة كويسة وأنا شايف إحنا ماشيين في اتجاه سليم وتدعيم طبعاً من مجلس الإدارة والنشاط الرياضي غير عادي السنة دي بالذات لإحراز بطولات أفريقيا وكاس سوبر إن شاء الله بإذن الرحمن طيب على ذكر برضو اللقاء المرتقب بين الأهلي وزمالك يوم الجمعة جاي إن شاء الله في كرة اليد الحقيقة زمالك فريق قوي وعنده عناصر جيدة جداً جداً وبرضو النادي الأهلي يعني مش محتاجين نتكلم عنه ولا عن قوته ولا حتى على تبصيلة إن هو فيه ميكس مهم جداً خاصة ما بين عناصر من أصحاب الخبرة وبين الطاقة المتجنددة للشداد لو حطينا الفرقتين قصاد بعض شايف حداك المباراة دي ممكن تكون عاملة زي ما بينهم هم اللقاء بصة المتشاط الأهلي وزمالك هي صفوة اللعيبة كلهم معظم لعبة مصر التسعين في المية من الأهلي قوام المنتخب أغلب المنتخب والزمالك قوام المنتخب فرقتين على أعلى مستوى كانت حاجة تشرفنا الفترة اللي فاتت بلسال بطولة الدوري وبطولة تركاس مصر اللي عملوا الفرقتين مع بعض حاجة غير طبيعية وهي دي الروحة الرياضية بين الأهلي وزمالك إن احنا نعمل ممر شرفي للزمالك ونحييه على البطولة والعكس صحيح برضو مما حصل إحنا خدنا كاس مصر ممر شرف يتعامل من الزمالك لا روح عالية الكلام ده بيعكس طبعا إن احنا ندخلين على حدث كبير كاس السوبر حاجة مصر تتشرف بيها في تنظيمها بعد ما تنقل هنا أنا شايف إن احنا وجهة مشرفة فرقتين هيلعبوا على أعلى مستوى كل ده بيتحط في هنقول في طبلولة شكل حلو المطش اللي جاي إن شاء الله مطش هيبقى من الطرفين خوي عناصر النادي الأهلي أنا أتكلم عن عناصر النادي الأهلي معظمهم شباب أنا شايف إن كابتو الطريب أحروس بقالوا دلوقتي موسم مع الفرقة شايف إنهم دعم مجموعة كبيرة من الشباب وده حاجة كويسة طبعا فربنا يكرم إن شاء الله رغم إن إحنا عندنا شوية مشاكل ما هو بقى دي النقطة اللي أنا كنت عايزة أتكلم وحضرتك فيه ويا ريت نتكلم يعني بشوفة فيها عشان نقدر حتى نفهم إحنا فين يعني ونتطمن في نفس الوقت إيه المشاكل إيه اللي يعني نقدره النقاط من الضعف عندنا حاليا واللي بيشتغل عليها مفروض برضو الفريق هو الحظ بس إن إحنا عندنا تلاتة من أصحاب ملعب مهمين جدا عندنا محصن رمضان عنده كسر فكوع هيعود شهرين فده هيبقى بره اللعب عندنا عمر كستيلو إن شاء الله آخر اختبار النهاردة هيشارك ولا لأ وعندنا سيسا إن شاء الله برضو هيتعمل له اختبار هيشارك ولا لأ تلاتة من العناصر الشباب كانوا مفروضوا إنهم يبقوا موجودين في المباراة اللي جاية فربنا يسايل فيهم اتنين هناخد فيهم قرار أو كابتون طارق مهروس هناخد فيهم قرار إنهم يلعبوا كابتون طارق والمجلس الدارة دايما شغالين شغالين كويس بطريقة حديثة عندنا في إن شاء الله في تدعيم هيحصل في صفقتين كويسين هيخشوا معنا المباراة أعتقد إن دا هيبقى حاجة كويسة وهنتفرق على مباراة شكلها حلو إن شاء الله أكيد لابد فرقتين أقوية فعلاً فلازم ينتج عن هذا اللقاء فعلاً المفروض متع في المشاهدة ولكن أعيز يا ربما حضرتك ليه ملف الاحتراف إحنا عندنا حد زي علي زين مثلاً بعد خطرة كان مقضيها في دولة الإمارات مؤخراً نضم البرشلونة علي زين طبعاً من الناس الأبناء النادي الأهلي كان محترف في قطر والسعودية وبعد كده طلع على برشلونة إن شاء الله لو ربنا قرمنا هنقابل علي زين خطوة حلوة طبعاً وبعدين يعني أكيد برضو هتشكل حافز للعيبة تانية بتين أكيد بص إحنا دلوقتي ما بنقاش بنقول في أفريقيا بس كان عالم كلنا بيتفرغ علينا حتى الدوري بتاعنا الناس بتشوفه ماتش السوبر هنقول هتبقى وجهة مشرفة للقارة الأفريقية كلها ودلوقتي العالم كله بقى يتفرغ عليك بعد المستورات اللي اتعملت في كاس العالم والبطولة الأقلومبية طب وإزاي ممكن نتكلم برضو عن الفريق أكتر يعني بشكل أكتر تفصيلاً زي ما إحنا قلنا في البداية هو بيجمع كوادر مختلفة وأعمار مختلفة اللي عنده خبرة واللي لسه عنده الرغبة في إثبات ذاته يعني خلينا برضو نتعرف على الفريق أكتر مع حضرتك كابتن ياسر بس إحنا عندنا فرقة كويسة عملت دوري وعملت كاس مص حاجة كويسة حاجة تشرفنا نتائج فعلاً وكنا بعيد الفترة اللي فاتت سنة منهم عشان الكوفيد والتوقف يعني ما كانش بأدين قويسة ببطولة أفريقيا بتعكس كؤوس ده كان من أحسن حاجة قرار إنه هو اتاخد إنه هو جهات طبعاً اللي احنا نشارك فيه ده إعداد قوي لبعض المشيئين اللي هما طلعوا مع كتبطرة محروسة هايشارك إن شاء الله وشارك في بطولة أفريقيا آآ فأنا شايف إنه إحنا ماشيين عندنا لعيبة على أعلى مستوى شاركوا في كاس العالم ماشيئين شاركوا في بطولات أولمبية آآ عندنا آآ باكليف تقويس عندنا حراس مرمى حراس مرمى على أعلى مستوى آآ عندنا طاها مثلاً لسه طالع آآ ده حارس آآ موليد 98 آآ أنا شايف هيبقى مستقبل بردو للنادي آآ طبعاً عندنا صخرة كبيرة عصام آآ ده من رجوان مصر آآ نمر واحد وشرفنا في القلمبيات وشرفنا في كاس العالم آآ أنا شايف إنه هيبقى النادي الأهلي آآ بعد الإعداد اللي اتعامل ده وخبرت كابتل طارع محروس الفترة اللي فاتت وهم اكتسبوا منه خبرات كتيرة آآ أنا شايف لا هيبقى مطش آآ هيشرف آآ مصر كلها طيب نطلع فاصل سريع وهنرجع نتكمل مع كابتن ياسر أهلا بكل حضراتكم عودة من جديد لجزء بقى الأخير من حلقتنا النهاردة وعودة لكابتن ياسر صراح مدرب كرة بيد بالنادي الأهلي سابقاً والحقيقة عندنا لسه يعني ملفات كتير نتكلم معا فيها ولكن يعني هستغذر حضر برضو أرجع مؤقتاً كده للمطش المهم المرتقب بين الأهلي والزمالك النوع ده من المباريات اللي هي ليها حساسية مفرطة وليها أهمية شديدة أنها تؤهل لكأس العالم الأندية مراحل لاحقها في النوع ده من المباريات إيه اللي بيحسم الأمور أكتر؟ هل خبرات اللاعبين؟ ولا دقتهم في تنفيذ توجيهات وتعليمات المدرب؟ ولا سرعة رد الفعل اتجاه المستجدات أثناء اللقاء نفسه؟ ولا ماكس من ده كله؟ ماكس ده كله هنقول أن مرشوط الأهلي والزمالك نحن نتعامل معها كأهلي نفسياً لازم قتل طري محروس ودي أعتقد أنه هو شغال عليه يوعد معاهم نفسياً أولاً وبيهيأ فرقة جميعاً كلهم دي حاجة حاجة تانية أن المنشاط الأهلي والزمالك عايزة طبعاً خبرات إحنا عندنا ميكس عندنا في الأهلي عندنا ميكس عندنا لعيبة محترفة لها خبرة جمدة ولعيبة شباب وعندنا لعيبة لها بتكاس عالم وأولمبياد فعندهم خبرات جنب الناشئين اللي طالعين اللي بيلعب بيوم كالتنطار مشاطر قالي بزمالك اللي عصابه هادية هو اللي هيمسك زمامه من وراه العصابه هادية العصابه هادية العصابه هادية هم هعملوها مع بعض أنا أعتقد أن أنا شايف من وجهة نظري أن إن شاء الله ربنا وفع النادي الأهلي عنده فرصة قويسة من بعد الإعداد اللي عملوا بتاع طولة أفريقيا ده أعداد قوي ومدي دفع للفرق بعد رجوع طولة أفريقيا كاسفووس أعتقد أن دي روح موجودة وطبعا مش عايز أقولك إن كابتر محمود الخطيب أو الجهاز أو مجلس الإدارة إن هم على طول في ظهرهم في المعاصر اللي هم مؤمنين فيه بيتكلموا معاهم وبيعودوا معاهم فرحة كابتر محمود الخطيب أنا هتكلم بقى عن كابتر محمود الخطيب تحديدا يعني طبعا هو مجلس الإدارة بس فرحته هو بيسلمهم بقى يعني يعني مش بيسلمهم جوايز بس هو بيكرمهم وشوفنا قد إيه الضحكة أو اللي بتمكنت من قلبه وبيبص لهم كلم معاهم لا بجد ده كان ظاهر جدا من الشاشة لما عرضنا التقرير يعني بصي هو إحنا بقنا سنين بعد الحمد لله كربنا قرمنا السنادي فعلا فرحان بيهم دي هيا في ذل الظروف اللي إحنا فيها كورونا والكلام اللي حصل للفترة اللي فاتت وتوقف دوري معظم الأوقات كل ده طبعا بيترجم ان انت معاك بتقول أفريقيا يعني غايب عن ان هذه بقالها فترة طويلة وارجوعها ده حاجة طبعا يدينا دفعة في ماتش السوبر خصوصا هي في البداية في بداية الموصل بالضبط لا أنا شايف ان ماتش السوبر هيبقى حاجة ماتش مشرف هيبقى ماتش جامد ان دايما ماتش الأهل والزمالك بالذات السنتين اللي فاتوا بيحصل ماتش فيصل فالماتش ده والغاية آخر لحظة والغاية آخر لحظة النتيجة بتبقى هو كسبان والتاني كسباني بقى لازم يحصل ماتش فيصل فبيحصل خلال الموسم اللي فات واللي قابله ان حصل كتير ماتشات فاصلة لأ هيبقى ماتش قوي وهنرجع تاني نقول ان العصابه هادية وهيلعب ومرتب أوراقه كويسة ده ان شاء الله ربنا يترموه لو كلمنا على صعيد مش المنتخبات بقى بكلم على صعيد الاندية النادي الاهلي فريق كرة اليد بالنادي الاهلي رجال لو قارناه بالفرق الممثلة عالميا احنا فين منهم بص احنا احنا دلوقتي احنا قريبين انت منتخب مصر هو اهلي وزمالك وزمالك اه اللعيبة عندنا في معظم اللعيبة الموجودين في مصر بيحترفوا براه و بيرجعوا و بيلعبوا معنا و بيطلعوا تاني اه لا انا شايف ان احنا قريبين قوي اه وصلنا اه لكاس العالم وكنا ربنا وفنا ان شاء الله و نوصل لكاس العالم اه ده شيء هيبقى دفع المصر وويسة جدا ايا كان فرقتين مين اللي هيوصل اه لا انا شايف ان اه هيبقى ماتش كويس وبعدين احنا من سنة 2007 على معظم اه كنا في كاس العالم وطرعين تقريبا مركز ثالث او مركز ثالث ما يكونيش بس المراكز اه اه فكوننا عايزين باي شكل ان احنا نخش ونرجع تاني ونادي الاهل يرجع اه 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 عالمية بكرت اليد على مستوى الاندية فانا شايف ان شاء الله هيبقى في خير باسن الله انا عندي سؤالين برضو عشان الوقت هسألهم مع بعض كابتال ياسر سؤال اولاني فكرة هنا برضو الاتحاد والحكام مين اللي بيختارهم على اي اساس والكلام ده لان ده نقطة مهمة النقطة التانية زي ما حضرتك كنت بتتكلمنا ان الدوري خلاص الاسبوع تقريبا اللي جاي ففي برضو اجهاد يعني احنا عندنا كان اجهاد على العبت فريق الاول لكرة القدم دولات اليد فيعني برضو دي انعكاساتها هتبقى ايه بصو حضرتك هو الاتحاد الافريقي بعين الحكام وعندنا اللجنة المؤقتة لكرة اليد على رأسهم كتن عصب السعداني رئيس الاتحاد حاليا الحكام الاتحاد المصري ملوش ايد فيها خالص اهاطا الافريقي هو اللي بيعين الحكامots على ما أظن أنه عين حكمين من تونس ولا أهلي ولا زمالك بيدخلوا خالص في القصة دي حكام على أعلى مستوى اتحاد الدولي كمان بيشرف على هذا الكلام الوجهة المشرفة طبعا بتاعتنا الدكتور حسن مصطفى ان شاء الله يكون موجود لو كان موجود في في مصر لا انا شايف ان والترتيب اللي عامل الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي المتش ده او المباراة ديت على ما أظن كمان هيبقى فيه عدد معين من زمالك ومن الأهل اللي يحضور للمباراة عدد قليل هيطلع بشكل كويس بإذن الله ومن من القوتيل الفرقتين في مسحة تتعامل الناس قفل عليهم يعني كل الإجراءات بتتمل بشكل اعتراف أما بقى بعد مصر السوبر قدامنا دلوقتي حوالي هنقول خمسة وتلاتين ساعة ومصر السوبر يبدأ وعد كده الدولة حسابها طبعا بالساعة لانو ده حدث عالمي مش حدث افريقيا كمان ده حدث عالمي كل ما مصر مستنياوا جمهور الاهل والزمالك مستنيينه بعد ما مقلل يخلصوا المباراة عندهم ان شاء الله الخميس والجمعة مباشرة اه مطشين في الدوري وراء بعض كنت اتمنى ان هو يحصل تأجيل الاهلي والزمالك مش مدول الاهلي زي ما نوان نجول بحزفيره حرمتوا الكلام بحزفيره اللي احنا بقلنا فترة طويلة بتتكلم فيه فيما يتعلق بغورة القدم طبع بالذات الزر قدر لعيد تداد الاهلي بالفرق المختلفة كده بس هي تبقى اجندا محتوطة لانو برضو الاتحاد المصري عنده اجندا لانو عنده بطولات دولية فا اعتقد ان هو ممكن ينظر بس في يوم ولا يومين زيادة اه ترحيل المباراة يا مشاهل هيفرقوا اكيد شكرا لحضرتك جدا احنا حلقتنا خلصت وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد الجاي بقى الاسبوع خلص كمان اه بالظبط من البنة دي حلقة هايث الاسبوع فعاشوا في الاهلي نشوفكوا على خير يوم الحد الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة